خلاص يوش اطهدت الراح ان شاء الله مرمر ان شاء الله هو مين مرمر ده خالد انت عمره طبعا مرمر من اللعج هاي يلا بينا بسم الله يلا لولو يلا لولو يلا حبيبي يلا 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 فايف جاهزة لولو فايف فور سري تو يتقعد يتقف تو ون النجم خالد صالح اتجهت للسينما بعد فترة طويلة قوي من التوقف وبعدين رجعت للتلفزيون اه رجعت يعني ما رجعتش لاني ما توقفتش عن التلفزيون عملت حاجة سهل قبل حسيت اني خلصت في السينما فرجعت للتلفزيون نا بس يعني مش ده السبب هو فيه اسباب تانية كتير يعني حسيت اني فيه فشل حصل في السينما فاتجهت للتلفزيون اه فيه فشل غير عادي حصل خصوصا في الفترة الاخيرة فانسببه ايه؟ مش عارب بس ممكن برضي يبقى التوتر يبقى عدم اختيار حاجة كويسة يعني مثلا من الافلام المعظم الافلام اللي انا عملتها ممكن ما كنش كنت متوتر فيها؟ جداً جداً لا لا ده الدرجة انت حطيت ايدك على حاجة عمر عجيباً ان التوتر في الشول قد يكون في بعض الاحيان مفيد بس في معظم الاحيان ما بيقاش مفيد عشان كده تلاقيني في الفترة الاخيرة ممكن اكون في السينما فيه فشل فاتجهت للفيديو ربنا يسطر في الفيديو ربنا يسطر هلأمن توترك في الفيديو برضو؟ اه طب بتعالج ده ازاي؟ يعني انت حسيت ان فيه توتر قدى الى ان فيه فشل في السينما اه فيه فيه ايه الخطوات اللي خدتها يعني عشان تعالج ده فيديو؟ لا عملت عملت خطوات جدية فيه دكتور مجموعة من الدكاترة نفسيين اه يعني ابتديت وده كنت احب نروح له كلنا دكتور نفسي جميل بيعالج التوتر ده وبيعالج القلة ده ففيه معي مجموعة متخصصة من الدكاترة بتمشي معي في كل حتة في كل بلاتو بروحه في السينما طب انت مخفتش من تجربتك مع النجم يوسف شهيد؟ انا بقول النجم طبعا ما بقولش بس مخرج لانه النجم مخرج خفت طبعا كنت متوتر؟ اه بس توتر من نوع مختلف توتر من نوع مختلف خالص ما بيسف شهين يوسف شهين بياخدك يعني روحت لدكاترة غير لدكاترة الاولانين؟ لا هم 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 القصر اللي معايا هم اللي بيعالي توتر من نوع مختلف يعني انت في اتهام بيقول ان انت امكانياتك المحدودة حصرتك في ادوار الشر مثلا زي مرحوم توفيق الدئن مثلا ارفض ان توفيق الدئن يبقى امكانياته محدودة اوافق حصرته في ادوار الشر لا يعني امكانياته حصرته في ادوار الشر الشكل مثلا الشعر العنين حصرته في ادوار الشر زيك بالزبط ممكن انا بقى يعني اتشرف بان الاول بس نقف وندي للناس قدرها يعني توفيق الدئن لا يذكر ببساطة كده لا احنا عارفين قيمة توفيق الدئن فنان كبير وعلامات التمثيل في الوطن العرب خليك يعني خليك فيه انا اني انا ممكن ابقى محدود شوية فعشان كده حصرته في ادوار الشر اه يعني خليك عندي انما الناس دي ما فيش نتكلم عليها طيب دي راجع الامكانياتك المحدودة دي راجع الامكانيات اللي ربنا اديه الامكانيات محدودة جدا وانا يعني اه طب هتنميها ازاي انا هتدرس تمثيل لا بحاول بحاول طول الوقت بروح مصرح اشتغل في مسارح هتاخد كورسات مثلا باخد كورسات باخد كورسات لازم اه بتقعد مع ممثلين من الجيل الجديد مسلا تعرف ايه اللي بيحب الجيل الجديد ايه بيه انا اجددهم انا اجدد من اي ممثل موجود وافقر من اي ممثل موجود امكانيات اه ماينفعش ممثل فاصل قصير ولا مصر انت اي توطرت كده ليه ايه لا فاصل قصير ايه الجيل الجديد اللي جي بعد خالد لا طبعا ماينفعش نتكلم كده على الاجيال الجيل الجديد ده جيل رائع جدا جيل الأقديم جيل أعظم من إننا نتكلم عنه الفنان خالد صالح الجمهور بيمثلك إيه؟ هو اللي أنا بشتعل عشانه أصلاً يعني هو الهدف من أي شغل هو الهدف من المهنة دي أصلاً يعني محدش بيختاره إنه يبقى ممثل غيره عشان الجمهور لكن في البداية بترضي خالد صالح ليه؟ الفنان لازم يرضي نفسه الأول حتى الرضا ده بيجي من الناس برضه حتى عشان أنا أرضى على نفسي لازم الناس هي اللي ترضى عليها الأول طب ليه متهم بالتعالي بعد فيلم تيتو؟ هو كان نقلة بس مش مبرر للتعالي كان لازم كان لازم في ناس كده عمر التعالي عليهم هو دواهم زي مين؟ زي حضرتك بس أنا مش حاسة أنك متعالي عليها على فترة طبعاً ما هو دي اللعبة بقى إنك إنت تحس أن أنا مش متعالي لأن اللي هيشوف أن أنا متعالي هيشوف من الحتة لأنا بقول لك دي صدقني إن فيه ناس تستحق التعالي حتى لو ما وصلشي الإحساس ده؟ صعب إنه ما يوصلكش هو بيبقى صعب بيبقى محتاج درجة من البلد أسمح لي عند اللي ما يوصلوش تبقى صعبة تبقى صعبة لو بيحبك مش يحس نحياتك بدا؟ لابد إنه يحس لأنه لو بيحبيني أنا ضروري بيحبه يبقى عرف أوصله مشاعة خالد أنا مش عايز يعني مش عايزين لبقى زيادة عن النزوم في الكلام دي بلورسي أنا عايزك تبقى واضح للجمهور مش أنت بقول أهم حاجة عندك هو الجمهور صح؟ عايزينك تبقى يعني واضح ما تصطنعش واضح يعني إيه؟ يعني ما تمثلش النهاردة النهاردة إحنا عارفين إن عندك شخصيات كتير بتطلعها من الجراب مش عايزين حاجة من الجراب النهاردة كويس؟ عايزين خالد صعب يحراك شايف إن أنا بمثل؟ بتصطنع شوي لا آآ أنا هقولك على حاجة اه تصد احنا على الهواء آه نسجل اه نسجل بايس وآه ماينفعش خالص مزيح يبقى قدام ضيف محترام الشديد احنا بنسجل اه طب ويحط رجل على رجل لإني أنا أول ما بتدين أنسجل روحت على طول شاية الرجلي لو عايز تحط رجل على رجل لا، الع apolog ما ينفعش مش عشاني آه عشان الجمهور عشان كده انا قولتليك فالفاصل لو مي دايئت خلص؟ لا لأ الفو مش مي دايئة على الجمهور ده نمرها واحد عحÖضها على نحية البلازما ده نمرها واحد إذن ماينفعش تستضيف حاج لها خالد ماينفعش تقوللي كده قدام الناس لا عاد لا ستوب ماينفعش تقوللي كده قدام الناس عادي جدا يا عمر انا اذا ما كنتش بحبك مش هقولك اي حاجة لا ادامك ولا ادامك انت الحيات تحبين يا خارج؟ الحيات تقول له اه بحترمك اه يعني انت موزيع وسط ضغطيني فلازم احترمك عشان انا بحترمك مقدرش اقولك كلام انا مش حاسز بيه انا لازم ابقى مسيطر عالستوديو اسيب العيال تلبس سلاسل لا احنا مش في مشكلة العيال الوقتي مش مش في مشكلة العيال يا عمر اه انت دخلت في حاجة تانية احنا تبقى انا ليه حاس انك مصطنع النهاردة مش طبيعي بشوفك في برامج تانية وتبقى طبيعي نمرة اتنين ما ينفعش ابدا ابدا تبقى قاعد مع حد وتقوله انت مصطنع ما ينفعش اه لانه لو هو حتى مش مصطنع او لو هو مصطنع هيرد عليك مش كويس هتمليني اسئلة خليد اقولك لا لا العافو ما يصحش مش دي الاسئلة اللي تتقال اه يعني ممكن تقولي مثلا في بعض الناس شايفاك انك اه مصطنع شوي في الشغلة لا مش مصطنع اه انك مش مكتهد بالقدر الكافي فقولك اوكي انما لما يجي اتكلم طيب مش بلغة خليت معا عمر عمر لسه ما كملت انما لما انا اكون بتكلم وحضرتك تيجي تقول كلامك مصطنع شوي فده مش في شغلي ده فيها انا انا مش عارف اتكلم الكلام انا مش عارف اتكلم الكلام المرتاجة اللي انت مثلا ممكن مش وقت تقولي اه لا اسئلة اه لا انا مش عندي ده يعني الطريقة دي مش عندي انا عندي لغة اللغة اللي احنا عارفينها كلنا مش لغة الشارع يعني ومش بالضرورة تعامل بلغة الشارع فعشان بقولك انا متصور او الدكاترة مقنينين او الدكاترة مقنينين فانت حاسس فانت حاسس بس ده يعني كتير بس شوي بخنة ده يعني كتير مجبس تحاسس